موسيقى يتوفر لدينا هاتف هواوي جي 8 سنتحدث اليوم عن ميزات وإمكانيات هذا الهاتف أولا الأداء جاء الهاتف مع معالج 80 نوام نوع سناب دراجون 615 بتردد 1.5 جيجا هرتز وجاء مع معالج سوميات من نوع أدرينو 405 وجاءت الذاكرة الداخلية للهاتف بحجم 16 جيجا بايت مع رام بحجم 2 جيجا بايت وجاء بإصدار آخر بذاكرة داخلية بسعة 32 جيجا بايت ومع رام بحجم 3 جيجا بايت ويستوعب كروت الذاكرة بمساحة تصل إلى 128 جيجا بايت وجاء الهاتف مع أجهزة استشعار لتسارع والقرب والبوصلة ثانيا الشاشة والصوت جاءت شاشة الهاتف من نوع IPS LCD بمقاس 5.5 بوصة وبدقة Full HD وجاءت بكثافة 401 نقطة في البوصة مع واجهة من نوع Emotion UI 3.1 أما بالنسبة للصوت فقد جاء الهاتف مع 6 فتحات للسماعات تقول الشركة أنها توفر تجربة صوت غنية من خلال صوت أقوى وأنقى ثالثا الكاميرا جاءت الكاميرا الخلفية للهاتف بدقة 13 ميابيكسل مع خاصية التركيز الأوتوماتيكي Autofocus وبدقة تصوير فيديو Full HD وجاء الهاتف مع فلاش ليد مزدوج أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 5 ميابيكسل وجاءت الكاميرا مع مانع اهتزاز توفر للمستخدم صورة أوضح عند اهتزاز يده أثناء التقاط الصور كما جاءت الكاميرا مع حساس مشابه للكاميرات الاحترافية رابعا البطارية جاءت بطارية الهاتف غير قابلة للإزالة وبسعة 3000 ميلي أمبير خامسا نظام التشغيل جاء الهاتف مع نظام تشغيل من نوع أندرويد لوليبوب 5.1 مع إمكانية الترقية إلى نظام أندرويد مارشميلو 6.0 سادسا التصميم جاء الهاتف بتصميم أنيق مميز وبحواف منحنية توفر للمستخدم الراحة أثناء استخدامه وجاء الهاتف بهيكل كامل من الألمنيوم مع واجهة من البلور تقيه من الخدوش والصدمات وجاء الهاتف بطول 152 ميلي متر وبعرض 76.5 ميلي متر وبسماكة 7.5 ميلي متر وجاء بوزن 167 جرام وجاء الموضع مستشهر بصمة الأصابع أسفل الكاميرا الخلفية مما يريح المستخدم أثناء العمل سابعا الاتصال والشبكة جاء الهاتف ثنائي الشريحة دول سيم في وضع الاستعداد ويدعم الواي فاي من نوع 802.11 بي جي اند وخاصية تحديد المواقع جي بي اس وخاصية البلوتوث وفي النهاية نقدم لكم رأينا في الهاتف إن هذا الهاتف من أفضل وأنجح الأجهزة التي أصدرتها شركة هواوي ومن أهم ميزاته وجود مستشعر بصمة الأصابع الذي يمكن مستخدم بالتحكم بالهاتف عن طريقه وتوفر الآن لدى مركز سوا الموزع المعتمد لجميع منتجات شركة هواوي